جميل جدا. خلينا أنت ذكرت الإحصاءات. المنظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية. عندنا الرجال تقريبا حوالي 60% بودناء أو عندهم زيادة وزن أو سمنة. حوالي 70% 69% بالتحديد من النساء عندهم سمنة وزيادة وزن في المملكة العربية السعودية. في الخليج الكويت أكثر الناس عندهم حوالي 80% والإمارات بعدهم. نحن ثالث. للأسف سمنة مفرطة جدا. ويعني كل تقريبا لما نصل إلى 60% معظم السكان بهذا الشكل. 500 ألف وفاة رقم مخيف جدا سنويا في 2010. هذه حسب منظمة الصحة العالمية. بسبب السمنة. 500 ألف وفاة. تصوري ولا وباء في العالم كله جدا. 100 ألف وفاة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه 2005 أحصائية. 100 ألف وفاة يوميا. يعني تصوري ألف شخص يموتون يوميا. بسبب العالم كله مفروض يثور. طبعا. أنت سألت. إيش سويننا. طبعا. الولايات المتحدة. أمريكا. كندا. أوروبا. عندهم أنشطة. يمكن لما ننظر إلى أن البيت الأبيض وميشيل أوباما على قمة الهرم. بدأت من البيت الأبيض. ومن حتى حدائق البيت الأبيض. وزارة المدارس. وبدأت تشتغل بحركة. ذكرتها. لنتحرك أو للتسموف. وهي موجودة على الويب. وفيها بعض الأنشطة المفيدة. على أنت. فإذن بدأوا. يعني من كمة الهرم أنه يا ناس لازم ننتبه. يعني هذا فعلا. لازم استراتيجية وطنية كبيرة. صح. نحن في السعودية وفي الدول العربية للأسف لا نرى استراتيجيات. الآن في لجنة عربية. وتشرفت أن أكون عضو فيها. مع زملاء آخرين من الوطن العربي. أن نحاول نوجد استراتيجية على مستوى الوطن العربي. لمحاربة السمنة وإيجاد أنظمة. أتمنى أن نحاول أن نطبقها. إذن بدأنا في بداية الطريق. من أجل إيجاد استراتيجيات. الاستراتيجيات تتعلق بأمور يمكن ناقشها على عدة محاور. يعني لازم نوجد محاور مختلفة لمكابحة السمنة. لا الأسرة تكفي. ولا البيت يكفي. ولا المدرسة تكفي. ولا المؤسسة التي هي الأمانات والمدن تكفي. كل هذه مع بعض. إن شاء الله تحقق كل هدف. ولكن دكتور أين تكمل المشكلة تحديدة؟ هل في الفرد المجتمع البيئة أو بالكل؟ شكرا أخطرولها. لأنه للأسف ما زلنا نظلم الأفراد أنهم هم سبب السمنة. لا تعقل أنت أكلك كثير. أنت المشكلة الفرد صحيح له جزء. ولكن ليس الجزء الرئيسي. البيئة هي العامل الرئيسي للسمنة. وهذه دراسات العالمية اثبتتها. أن البيئة هي الأساس. ما تتقصد البيئة؟ يعني فيه ناس عاشوا في بيئات معينة صحية سليمة. يعني مثلا لو نظرنا إلى الفرد من يومه المثالي. من البيت الصباح إلى آخر اليوم. سيء جدا. تجد في البيت لأكل غير صحي. وهذه نتيجة المشتريات اللي من السوق غير صحية. ولأن الغذاء الصحي المتوفر للأسواق غير متوفر. يعني أنا لما أقول لأسرة عندي مثلا أو ناس عندي في العيادة. أروحوا واشتروا مثلا سناكس أو حاجات أكلات خفيفة صحية. يقول لكم لنا حصلها ما حصلتها. كل اللي موجود للأسف في الماركت غير صحية. كل اللي موجود في المطاعم غير صحي. إذن هذه الأشياء الخيارات اللي بختار منها غير صحية. في البيت إذن كل ما يدخل البيت للأسف في معظم التسعين في المئة غير صحية. المدرسة عندنا مقاصف سيئة. أكل سيء. غذاء موفر غير جيد نهائيا لا يساعد على الصحة. كانت زمان تغذيتنا ممتازة. الحين للأسف كانت سيئة. تعالي للرياضة في المدرسة. الرياضة عندنا في سعودية ساعة في الأسبوع. وساعة للأسف البدناء معروف عنهم أنهم ما يلعبون. البدن أنت استريح خليك لأنه ما ندعبك. لشان ما تسوي الرياضة. خليك ارتاح حبيبي. ايه ارتاح وان في مشكلة. ونحن نلعب بنيابة عنك. أو انت خليك حارس مرمى. لشانك بدين ما في داعي. إذن ما هي جزء من نشاط المعلم. ما هي جزء من فكروه. أنه أنا لازم. أنا عندي قائمة. أنا عندي سمونا أبجيكتة. فأنا كمعلم في رياضة ونشاط بدني. لازم أن هذه الأساسيات. أبني لياقة الطفل. أخليه يتعود وينشط معين نشاط رياضي معين. ومهارة بعده. المهارة تيجي في الأخير. لكن للأسف هذه غير موجودة. أنت تجد المعلمين يسولفون وتكلمون ويعذروني أن يتكلم عن الواقع. بس هذه حقيقة. هذه الحقيقة. تتكلمون والرياضة واللياقة البدنية. إذن المدرسة هي مشكلة كبيرة. أتمنى أن أجد يوميا رياضة في المدارس. فهذا ما مصعب. أني أجد 30 دقيقة إلى نص ساعة يوميا في المدرسة للنشاط البدني بنظام معين. ثم بعد المدرسة أيضا يوجد نشاط بدني متكرر بمعنى أن هذه المدرسة تتحول بما فيها من مسابح ونشاط رياضية. وسمونها المدرسة النموذجية. بحيث أن يتحول لنا نادي. يشرف عليه تربويين ومتخصصين. ويوفر خدمة مجانة من أربعة إلى ستة ومن أربعة إلى ثمانية لكل الأسر. ويمكن يوفر لهم نقل. إذن المدرسة هذه مسؤولية ولازم تكون ضمن الاستراتيجية. وأتمنى من التربية والتعليم وإن شاء الله أنهم يتبنون هذه الأفكار أنها تكون موجودة على نمط في المدارس. كل حي في مدرسة نموذجية. كل الأطفال يروحون لها بعد الدوام بعد الدراسة. ويمارسون كل الأنشطة اللي يستمتعون فيها برقابة بنظام موحد وتحت خبراء. أيضا نجي للمدن. المدن للأسف فين الأماكن اللي يمكن يمشي فيها الواحد براحة أو بأمان؟ قليلة جدا. يعني الرياضة يمكن فيها أكثر من مكان. لكن المناطق الأخرى للأسف غير موجودة. نجي مثلا للأماكن اللي يمكن الطفل أو الشخص الصغير أنه يركب سيكل أو يلعب رياضة. أو يتمشي مع أسرته أو الأسرة كلهم يطلعون غير موجود. نجي مثلا لأماكن أخرى لحدائك معينة. فيها رياضات ومراقبة ومشرف عليها وبينامط غير موجودة أيضا. إذن خطأ بالأساس في البيئة مثل ما ذكرت دكتور. البيئة للأسف غير مؤاتية. وللأسف ما هي في خططنا أخترولة. ما هي خططنا للأسف. ليس هناك أكيد خطط لحل هذه المشكلة. ولكن هناك محاولات مثل ما قلتم في هذه الورشة مثلا. هناك محاولة لتغيير سلوكيات خاطئة. ممكن تكون في حياتنا. دكتور عايضي مثل ما تعرف حضرتك. وأكيد نخبر مشاهدين أنك أنت ستكون بفقرة أسبوعية كل يوم سابقة برنامج يهلا. ستحكي فيها عن مشاكل السمنة. وأيضا ستتناول حالات متنوعة ومختلفة. يريد تعطينا فكرة وتعطي مشاهدين فكرة سريعة وبسيطة عن هذه الحالات التي ستتناولها. أنا أولا أن أشكر الزملاء في روتانا والأخوان التي تبنوا هالفكرة الجيدة. التي ستكون مؤثرة في كثير من الأشخاص. نحن نعيش معهم واقعهم. هناك مرضى كثير سعداء جدا ومشاركوهم معنا. ونعيش واقعهم. كثير من المرضى يسأل أنا ما يصير لي. أنا قبل العملية. ما هو التفكير الذي يدور في ذهني في عمليات السمنة؟ وبعدين عندما أذهب إلى العملية. ما يصير لها العملية؟ عندما أدخل المستشفى. عندما أتسوى للعملية. بعد العملية. ما هو النظام الغذائي؟ كم يمكن أن أفقد وزن؟ ما هو المشتاعب الذي يواجهها؟ في شيء اسمه support group أو المجموعات المساندة. يمكن أكثر شيء. وهذا المرضى اللي يسمعونني. مرضاي مثلا لما يسمعون. أكثر فائدة يستفيدون منها لما يجون في العيادة. ويكونوا في غرفة الانتظار. ويسمعون قصص مدهلاءهم. يعني من النساء والرجال. يسمعون قصصهم. أنا صار لي وانا نزلت وزني 20 و 30 كيلو. وهذه المشكلة جتني وتغلبت عليها بهذه الطريقة. هذا اللي رح نبينه في برامجنا. ستعيشون معنا إن شاء الله في هذه الفقرة إن شاء الله المشاهدين الكرام. ستعيشون في هذه الفقرة في قصة كل مريض. من البداية إلى النهاية إلى أن ينقص وزنه إلى مارس حياته طبيعي. وبعدين تكون أنت عندك رؤية أيضا في عمليات السمنة. في مشاكل السمنة. في التغلب عليها. يعني عندنا 30 مرض للسمنة. ممكن إن شاء الله كل حلقة تجدون. نتناول. جزء من هذا المرض كيف نحلوه مع هذه المشكلة. أكيد. هاي طريقة من طرق اللي نحن نحاول فيها لحل مشكلة السمنة. كل الشكر لإلك دكتور عيض القحطاني. استشارة جراحة المناظر والسمنة. والمشرف على كرسي الأستاذ علي الشهري للسمنة بجامعة الملك في سعود. ومثل ما ذكرنا مشاهدين إنه ستكون هناك فقرة أسبوعية مع دكتور عيض. كل يوم سبت إن شاء الله برنامج إياها. لحل نتناول فيها مشاكل السمنة وحالات مختلفة ومتنوعة أيضا.